بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد أعزائي مشاهدي قناة المرقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجعل الله أيامنا وأيامكم وليالينا ولياليكم عامرة بالمسرات وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أعزائي المشاهدين في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سيقص علينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قصة غريبة عجيبة في مضمونها هذه القصة ذكرها الصحابي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر ورواها البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم هناك ثلاثة نفر يعني ثلاثة من الرجال من بني إسرائيل كانوا مسافرين أو كانوا يمشون في عمل أو نحو من ذلك فاشتد المطر عليهم والعواصف فدخلوا في غار هذا الغار وهو فتحة في جبل لكي يأتووا من يؤيهم من المطر من شدة العاصفة والرياح وأن تتبلل ملابسهم من العجيب يا إخواني من شدة العواصف أن سقطت صخرة من الجبل على فوهة هذا الغار فأغلقت عليهم الغار وجعلته قبرا لهم وهم أحياء نسأل الله السلامة والعافية ولكن بني إسرائيل هؤلاء الثلاثة النفر أناس طيبون صالحون يعرفون الله سبحانه وتعالى ويعرفون من هو الله سبحانه وتعالى ومتى يدعى فقالوا لا بد أن نتنوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحب وأخلص الأعمال إليه فقال رجل منهم قال اللهم اللهم إني كان لي والدان لا يأكل أبنائي ولا زوجتي ولا يشربون قبلهما وإني ذهبت إلى عمل ما وتأخرت بسبب كذا وكذا فعدت إلى والدي من الليل ليعطيهما غبوقهما فوجدت أبواي الشيخان الكبيران نائمان وأبنائي يتضاغون جوعا فحملت الغبوق الصحن الطاسة التي ملأ بي الحليب فأنتظرت عند رؤوسهم الليل كله حتى أصبح وصبيتي تضاغون جوعا فسقيتهما اللهم إن كان ما فعلته خالصا لوجهك ففرج عنا هذه الصخرة فكان هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى فتحركت ماذا الصخرة قليلا يريدان أن يخرجا لم يستطيعا فقال الآخر اللهم إنه كان لابنة عم أحب إلى قلبي من كذا وكذا وإني راوتها عن نفسها فشرطت علي مبلغا من المال فجمعت هذا المال ثم أتيت به إليها فلما جلست بين رجليها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فخفت من الله سبحانه وتعالى فتركتها لله وتركت المال لها اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء رضوانك اللهم ففرج علينا هذه الصخرة فتحركت الصخرة تحركا يسيرا لم يستطيعا أن يخرجا فقال الثالث اللهم إني كان لي أجير عمل لي عملا فأعطيته فرقا والفرق يا أخواني يعني فرقا ثلاثة آصع من الحب أو من الأرز كما جاءت في رواية البخاري فقال هذا الرجل قلت له لما أن عمل لي هذا العمل خذها قال لا أريدها فذهب مغضبا فتكاثرت ذلك في نفسي فأخذت هذا الأرض فزرعته وأنتجته وبعته واشتريته وعملت ما عملت من الأعمال حتى تكاثر هذا العمل وأصبح فيه له حلال ونعم وبقر وأشياء كثيرة جدا جدا في هذا الوقت فجاءني هذا الرجل من بعد فترة طويلة فقال يا عبد الله اعطني حقي ولا تظلمني قلت له يا عبد الله انظر إلى هذا الوادي فإنه كله بما فيه لك قال أتهزأ بي اتق الله قلت والله إنه لك فذهب هذا الرجل فاستاق الأبقار واستاق كل ما في هذا الوادي اللهم إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك ففرج عنا هذه الصخرة فسقطت الصخرة عن فوهة الغار فخرجت ثلاثة نافر وقد نجاهم الله سبحانه وتعالى هذه القصة قصها الحبيب صلى الله عليه وسلم عزائي المشاهدين على أصحابه رضوان الله عليهم ليعلمهم أن الإخلاص من أهم الأعمال من أهم الشروط لقبول العمل فلا بد أن يكون العمل له شرطان الإخلاص والمتابع الإخلاص لله وحده لا شريك له لله وحده لا ليس فيه حظ من الدنيا ولا رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا أي شيء فيقبله الله سبحانه وتعالى واشترض الثاني المتابع أن يكون وفق شرع الله وفق الكتاب والسنة لا يخالفها ولا يأتي بجديد هذه الفائدة الأولى الفائدة التي تليها أيها الإخوة الأفاضل وهي الخوف من الله سبحانه وتعالى انظروا إلى هذا الرجل عندما ذكرته المرأة وقد جلس بين رجليها فقالت له اتق الله يا عبد الله ولا تفضل حاتم إلا بحقه فعندما قالت اتق الله اقشعر بدنه وقام من على رجليها وهي أحب الناس إليه وأعطاها المال وذهب كله من أجل الله ولله يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا فتقرب بهذا العمل وتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى فجعل الله سبحانه وتعالى له به مخرجا الأمر الذي يلي ذلك أو الفائدة التي تليها أيها الإخوة الأفاضل وهي أعطي الأجير أجر كما قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يجف عرقة هذا الرجل أراد أن يعطي هذا الرجل حقا لكنه ذهب ثم عاد لاحظوا يا إخواني أن هذا العبد الذي أخلص لله سبحانه وتعالى ونما هذا المال ماذا أعطاه الله سبحانه وتعالى فأفرج الله عنهم الصخرة الفائدة هذه أيها الإخوة الأفاضل تدل على أن الأجير يا إخواني الذي يعمل لك عمل سواء سباكا أو نجارا أو بناءا أو خياطا أو خادما أو أي عامل أيا كان إياك أن تؤخر راتبة ما أكثر هؤلاء الكفلاء أو هؤلاء الذين يعملوا الناس عندهم أن يؤخروا رواتب الناس ألا يتقوا الله سبحانه وتعالى فوالله إنهم لآثمون والله سبحانه وتعالى سيحاسبهم على الصغير والكبير والنقير والقطمير ومنها تأخير رواتب العمال لا بد أن تعطى العمال رواتبها في وقتها أعزائي المشاهدين كي ينجك الله سبحانه وتعالى المسألة التي تليها أيها الإخوة الأفاضل جواز توسل إلى الله بأحب الأعمال يعني تقول اللهم إني أتوسل إليك أن تفرج عني أو تذهب همي أو غمي أو مرضي بقراءتي للقرآن بعملي في الخير بصلاتي بمحافظتي على صلاتي هذه أحب الأعمال إلى الله وإلى نفسك تتقرب بها إلى الله فيجوز أن تتوسل بها يا عبد الله إلى الله أما أنك تتوسل بالأولياء والصالحين والموتى والأنبياء والشهداء وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من الشرك الذي لا يجوز فنحذر يا إخواني مثل هذه القضايا ومثل هذه المهمات التي لا بد أن ينتبه لها المسلم والمسلمة في حياتهم وفي عملهم وفي تخاطبهم مع الله سبحانه وتعالى نتوسل إلى الله بأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى التي قمنا بها فلاحظوا يا إخواني كيف العمل اليسير نجى الله سبحانه وتعالى به هؤلاء الناس وإلا والله يا إخواني غار وانطبقت الصخرة ولا استطاعوا أن يفتحوها وأصبح قبر لهم وهم أحياء لا يجدون الطعام ولا الشراب ثم يموتوا لكن الله سبحانه وتعالى نجاهم بهذه الأعمال كذلك يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على المثل العليا يربيهم على بمثل هذه القصص الطيبة المبارك وهو منهج حياة منهج يا إخواني تعامل من الله سبحانه وتعالى للعباد والناس لهذا أيها الأب يا أيها الأم لا مانع من سرد القصص التي فيها نفع وخير لأبنائنا الصغار قبل النوم وأثناء الجلوس وأثناء الأكل كذلك أنتم أيها المربون أيها المعلمون أيها المعلمات القصص الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن نحن نقص الله يقص سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه مئات القصص التي قصها الحبيب صلى الله عليه وسلم في أخبار من قبلنا التي فيها عظة وعبرة يقول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولكن لا تصدقهم ولا تكذبهم إذا كان فيه خلاف يعني خلاف وشرع لشرعنا وديننا فنحذر أيها الإخوة الأفاضل مثل هذه وإياكم يا إخواني أن تسردوا قصصا كاذبة من قصص الآباء والأجداد أو قصص الجاهلية التي فيها كلها زور وبهتان وكذب وليس فيها صدق ولا مصداقية ولا خير بل ما في الكتاب والسنة من القصص كفيل يا إخواني أن يجذب النفس ويمتعها ويزيدها قربا وأدبا وأخلاقا وهديا وسمتا ودلا للدين الإسلامي والشريعة الإسلامية أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده أن يجعلنا ممن يستمع القولة فيتبعوا حسنا وأن يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيامة وسائل الأعمال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد